أعلنت وزارة الأشغال عن إنجاز 109 مشروعات من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية خلال عام 2023 ومن بينها 64 مشروع للطرق و13 للصرف و32 للمباني نعم حيث حرصت الوزارة خلال العام الماضي على تطوير المشاريع الاستراتيجية وتطوير المناطق الداخلية ومشاريع الحلول العاجلة ومشاريع تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى تشغيل وصيانة شبكة الصرف الصحي عبر إنتاج المياه المعالجة وأنشاء وصيانة عدد من المباني في مختلف محافظات مملكة البحرين هذا وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تسخير الإمكانيات والموارد المتاحة لتحديث وتطوير البنية التحتية استنادا إلى برنامج الحكومة وبما يتماشى مع المتطلبات التنموية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين ترجمة نانسي قنقر